أعتقد أن حكومة السيد السودانية حقيقة الآن منشغلة في معالجة تراكمات الأزمات الماضية مجموعة من الأزمات التراكمة بعضها كان خاصة بالعلاقة بعضها كان خاصة بالوضع العالم العام اقتصاديا يعني إحنا الآن نساء الحرب مع داعش في 2014 وسياسات التقشف الفاشلة التي اعتمدتها حكومات العبادي وسيد عادة عبد المهدي وسيد الكاظمي التي لم تنعكس لا على إيجاد بدائل نفطية للاقتصاد العراقي ولا تنمية القدرات الوطنية والمحلية ولا إيجاد نوع من النعاش بالقطاع الخاص بقي الحال على ما هو عليه ثم جاءت أزمة كورو داعيات العالمية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتغييرات السياسية والاقتصادية العميقة على مستوى العالم تداعياتها على المنطقة احتجاجات تشرين التي كانت حقيقة جزء منها احتجاجات على سياسة التقشف غير الصحيح التي اعتمدتها حكومات 2014 إلى حكومات 2022 أعتقد أن حكومة السيد السوداني جاءت أولا لمعالجة هذه التداعيات المتراكمة والمتعددة وهي بدأت أيضا بميزانية تذهب إلى ميزانية تقوم على ما نستطيع أن نقول إرضاء الشارع وإن كان هذا الإرضاء على حساب تضخم الميزانية في جانبها التشغيلي وما زال الاقتصاد طبعا ريعي ومعتمد على النفط فقط فرصة تنويع قطاعات الاقتصاد حتى غير واضحة في السياسة الاقتصادية للحكومة فبالتالي أعتقد الآن أن سياسة حكومة الأخ السوداني تعمل الآن على إرضاء الشارع لكي تنطلق برؤية اقتصادية ربما بعيدة عن استفزاز الشارع لكن هذا يبقى رهن بأنه هل نستطيع أن نوجد سياسات استراتيجية تعزز دور القطاع الخاص وتنوع الموارد وتخلص العراق من هذا الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط فقط كما تفعل الكثير من الدول المحيطة في المنطقة أم نبقى في هذه الدوامة بمعنى أن نبيع النفط ونرضي المواطن ولا نفكر ببناء استراتيجية اقتصادية وتنموية حقيقية كما جرى في الحكومات الماضية وعلينا فرص كثيرة كما ضاعت على الحكومات الماضية ترجمة نانسي قنقر